تحريك الأصابع في التشاهد وما الكيفية الصحيح الراجح في تحريك الأصابع أولا الراجح بالنسبة للأصابع ورد في ذلك صفتان الصفة الأولى قبض جميع الأصابع مع عداء السبابة هكذا والصفة الثانية قبض الخنصر والبنصر وتحليق الإبهام مع الوسطى يعني تكون على شكل حلقاء هكذا ويشير بالسبابة وأما بالسبابة فإنه ينصبها مع إحنائها قليلا لا يجعلها هكذا ولا هكذا إنما هكذا ينصبها مع إحنائها قليلا ويرفعها من أول التشاهد إلى التسليم هكذا يحركها عند ذكر الله فإذا قالت تحيات لله حرك أشهدوا أن لا إله إلا الله حركها اللهم صلي على محمد حركها ربي أتني بدوني حسن حركها كلما ذكر اسم الله يحركها قليلا تنسى الله موسيقى تنسى الله ربي أتني دوني لاشهدوا من محمد حitness اشتركوا في القناة